كما شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مساء أمس في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية وتم في الاجتماع استعراض العلاقات الخليجية الأمريكية المشتركة وما تشهده من تطور على الأصعدة كافة كما تم استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والسبل اللازمة لمواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجه دول المنطقة وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن الجانب الخليجي طرح رؤيته وتقييمه للأوضاع القائمة في المنطقة وأبرز التهديدات والصعوبات التي تواجهها معربا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التنسيق والتعاون بين الجانبين الخليجي والأمريكي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة موسيقى